زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم النهاردة على الوان البراز وامتى يستدعي زيارة الطبيب اول لون عندنا هو اللون البني الفاتح والغامق وده معناه ما فيش اي مشكلة عند الشخصة او لعمل تحليل البراز تاني لون عندنا هو لون الاخضر معنى وجود او دلالة اللون الاخضر ان الاكل تحرب بسرعة كبيرة جدا من الامعاء الى الخروج نتيجة للاسهال او نتيجة لان الاملاح الصفراوية ما تكسرتش فما اصرت لنوش على السبغة بتاعة البراز فخلت لون البراز باللون الاخضر وايضا اللون الاخضر ده بيكون نتيجة لتناول المواد الاخضرائية الخضراء او الالياف الخضراء اللي نزلت زي ما هي في البراز ولم يتم التأثر بها بعد كده اللون الاسود اللون الاسود ده نتيجة لوجود نزيف ولكن النزيف ده كان في المعدات فعلى ما نزل وخرج فيه الخروج خلى ان لون البراز يتحول الى اللون الاسود واحيانا برضو اللون الاسود للعينة ما بيكونش بسبب نزيف ولا حاجة بيكون نتيجة لان المريض ده او الشخص اللي عمل تحليل البراز تناول كمية من الحديد مثلا او المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الحديد فقدت الى تغير لون البراز الى اللون البراز اما اللون الاصفر اللازج ده او اللون الاصفر الكريسي ده بيكون نتيجة لان في مشكلة في الامتصاص في الامعاء او نتيجة للناس اللي عندهم حساسية من السللاك او من الامع فيجب لما نشوف اللون ده نزور الدكتور اما اللون الابيض او الرصاصي وده دليل لنقص املاح الصفراوية او البايل سوتس نتيجة لمشكلة في القناة الصفراوية فقدت الى ظهور لون البراز الى اللون الابيض او اللون الرصاصي الفاتح ولابد من زيارة دكتور كابيت اما اللون الاحمر للعينة ده دليل على اللون الاحمر الفاتح ده مشكلة ودليل على وجود نزيف ولكن هذا النزيف من المنطقة الصفرة من الجهاز الغضني زي مثلا مشكلة في المستقيم او مثلا النزيف ده حصل من الامعاء الغليزة فخلت لنا في نزيف في المنطقة دي فظهر النزيف باللون الاحمر في نهاية الخروج وبرضو من الممكن يكون ان الشخص ده تناول بعض الادوية وبرضو يكون من الممكن اكل طماطم مثلا بالنسبة كبيرة خلت لنا لون البراز يتحول الى هذا اللون اشتركوا في القناة